موسيقى اسمي سماحي يسري وزني 110 طولي 152 صنصر بعني من سيمنا مفرطة والحملة اتأخر بسببها والدكتور قال لي لازم اخيص حاولت كثير معي ريليجيوم ما عرفتش فشلت وشوفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة وشوفت الاوزان الكثير اللي عملها والحالات استحية عشان انا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكب وروحت له وطميني ورح اتبحلتي ورح جندي وان شاء الله هعمل عملية قريب تكمين معدة واشوفكه قريب ان شاء الله موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري الحقيقة طبعا احنا النهاردة في مجموعة من العملات كتير جدا في تكميمات في تحويلات التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مصدر اللي اسمع عشر هي من ضمن العمليات اللي تهدف الى انقاص الوزن الحقيقة طبعا اساسة سماح وزنها 108 كيلو احنا مش لازم يكون وزننا فوق 160 كيلو فوق 200 كيلو عشان نبتد نعمل عملية لا احنا طبقا للاعراف الطبية كلها ان معامل كل الجسم لو اسامنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من 35 ونكون بتارينا نشتك من السمنة ساعتها نعمل عملية يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو طوله 150 سنتي ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو فما ما نستنياش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو فحنا النهاردة هنوريكم اوزان كتيرة جدا وعمليات كتيرة يعني فرايتز كتيرة جدا لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنة ما تتمكن مننا حد ما نكون اصيبنا بالضغط اصيبنا بالسكر اصيبنا بمشاكل في الانجاب مشاكل قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى لكن معظم الاوزان ويمكن فيه احاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم يعني فيه ناس ممكن تترفض من شغلها او تطلق يعني فيه ناس بتجنة كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق ومشاكل اجتماعية قد تصل الى اجتماعيا بيبقى فيه مشكلة عشان كده احنا العمليات انقاص الوازن هي عمليات فعالة بتجرى خلال فتحات صغيرة اقامة يوم او اقل من يوم يعني اقل من يوم ان شاء الله بيكون يعني في بيتك بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عايدة لان هي طبعا عمليات بالمنزار التكميم المعدة من العمليات السهلة هنتشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمئنك عليها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيدين او جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بتستهلك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص وانشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلع وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبوس اللي هي بتخلصينها طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجشور ده ادفانست بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة قضيتة في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم يتشال بالنسبة قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي ادفانس بايبولر تكنولوجي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجودهم السيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في طريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دي تم عملية التكميم احنا فصلنا دهون زي ما ورناكو عن المعدة بقية المعدة البصلناه عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى احنا هتتم بقى وира även استخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكو دبستات الأميريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث فقوف على المين وتلاث فقوف على الشمال بالطريق اللي أحنا شوفناها دين دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده سنشيلها ونطلعها ونطلعها من البرطات التي هي خلال الفتحة الاثنين سمتي يتم تصغير هذه المعدة وعصرها قليلا ونشفط السوائل التي فيها ونحاول أن نطلعها من نفس الورط الصغير لكي لا نعمل فتحات جراحية ما تبقى من المعدة التي نرى الآن نعمل له اختبار تسريف لكي نخاف من تسريف في كل عمليات الجراحة فنحاول نحط الدبيبيس تحت ضبط جامد نحاول نعمل المعدة ونجعلها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدبيبيس دلوقتي ونحن داخل العملية لكي نتفادى التسريف كما نرى المعدة الآن عاملة عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبيبيس تبقى دلوقتي لأننا نضع تحت ضبط جدا المعدة كما نرى احنا اخذنا جزء كبير جدا من جسم نهاية المعدة الأنتران المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دابوس طالع ودابوس نازل الأمورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريف مفيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقافه أثناء العملية ما نسيفش العيان للظروف ما بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي سامح يسري عندي 25 سنة لسه عاملة العملية حالا تكميم مادة مع دكتور كريم صبري وأنا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام وأي حد حبيب يعمل العملية ما يخافش ما فيهش خطورة وكله تمام وأنا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية ومهما اقول مش هقدر اوصف شكر لدكتور كريم صبري وزي ما كنا مع بعض النهاردة شفنا سامح كانت يعني عملت تكميم مادة هي عملية سهلة بتجرب المنظور خلال فتحات صغيرة هي بقالها فترة قصيرة جدا ما بعد العملية انتبالك قدية تقريبا بقالها ساعتين المفروض بتتماشى دلوقتي بعد الست ساعات بتفتيت تشرب تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعة بتفتيت روح البيت احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصائر طبيعي بسكر دايت وعصائر كيور لمدة اسبوع 10 ايام بعد كده العشرين يوم بقيت الشهر الاول بنمشي على اكل يعني يعني يفضل ان هو يكون ممضوع كويس جدا بندلهم تعليمات واضحة جدا ممكن ننسل شغلنا في خلال 3 ايام يعني بكرة تروح بالسلام البيت يومين اتنين وتنسل شغلها عادي جدا لو في اي شغل ممكن تسوقت ممكن تتحرك ممكن تمارس حياتها بطبيعي عادي جدا اقول ان عملات السمنة سواء تكميم المعدة زي ما شوفتم معنا النهاردة او تحويل المسار او يمكن عملات اصلاح الفاشل الجراحات السمنة السابقة كلها جراحات تجرى بالمنظار هي جراحات امنة الريهابليتيشن زي انتو من تشوفين جميل جدا يعني الامور عادية جدا مفيش فتح جراحي خالص احنا كل العملات تجرى بالمنظار حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيرة زي ما تشوف بعد شوية كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيرة جدا قد لا تتعدى الساعة من بداية البنج لنهايته الافاقة وبعد ساعتين زي ما انتو شايفين الامور سهلة جدا وبنتمنى لكل الناس التوفيه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي سماح يسري عندي 25 سنة وزني قبل العملية كم مية وعشرة بخلال ثلاث شهور بعد عمل العملية خستيت 25 كيلو فارغوا معي كتير في كل حاجة في شكلي وفي لبسي وفي طريتي وفي كل حاجة بقيت اقدر اتحرك بقيت اقدر امشي مبسوطة جدا بالنتايج دي ومبسوطة جدا بالله انا وصلت له وكان عندي رماتزم على القلب مبقيتش اشتكي منه رماتزم على رجلي مبقيتش ااخد البنسلين ولا اي حاجة وبشكر دكتور كريم انه هو في جنبي وغيري حياتي للأحسن ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى 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 مساء الخير مساء الفل عليون مشاهدين تغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا ثلاث فقرات النهاردة فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا ومشكلة كبيرة ستات كتير بتعني منها بنات كتير وفي رجال كتير كمان ناس كتير قوي بتبعات لي بخصوص المشكلة دي فإحنا نهاردة هنتكلم عن حاجة خاصة بالمشكلة دي من الدرجة الأولى هنتكلم عن ويت ويلو اللي بيفتح الأماكن الغمقة في الجسم يعني لو أنت عندك هلات سودة لو أنت عندك نمش لو أنت عندك بقع أثر حبوب أو عندك كلف أو عندك أماكن في جسمك مثلا الأندر آرمز أو السنستف إريا أو الكوع أو الرقب أو الحاجات دي كلها فيها غمقان اللي هنتكلم عنه وقيت ولو هنتكلم عنه دلوقتي بيفتح الأماكن دي من الدرجة الأولى فهنعرف معلومات أكتر عنه هنعرف إيه مكوناته ونتائجه بتبين بعد قد إيه بس اسمحولي أرحب بضيوف الأعزاء اللي معايا في الفقرتي الأولى دكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة حنان ودكتورة دينا نجيب المدير التطويري لشركة أول بيوتي أهلا يا دكتورة دينا أهلا يا دكتورة حنان في شكاوي كتير قوي وناس كتير كتير يعني عددهم كبير عندنا بيبعتوا بيقولوا بيستفسروا يا دمعة أنا عندي هلات سودة أنا عندي مش عارفة إيه مشكلة الغمقان دي مشكلة كبيرة جدا وتلت تربع البنات والستات بتعاني منها إنتوا جايبين النهاردة وهتتكلموا عن وايت ويلو وهو لوشن لتفتيح الأماكن دي من الدرجة الأولى نعرف إيه هو وايت ويلو وإزاي بيشتغل على الأماكن الدكتورة تمام هو وايت ويلو فعلا هو منتج رقم واحد في التفتيح يا يومنا وايت ويلو فيه بصي خلينا نتفق الأول نعرف مشكلة الغمقان دي بتيجي إزاي التصابغات الجلدية أو البقعة الدكنة الهلات السودة أي منطقة غمقة في الجسم بتبقى نتيجة لزيادة إفراز سبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد فلما السبغة دي بتزيد عن مستوها الطبيعي بيظهر الغمقان الغمقان دي بيتمثل زي ما انت قلت في البقعة الغمقة في التصابغات الجلدية أي منطقة منطقة تحت الإبت أو منطقة السنستيف إريا البكيني عند السيدات أو أي أثار حب شباب في الواجه برضو وهلات سودة كلها نفس السبب فلوشن وايت ويلو كل مكونات ويومنا بترجع سبغة الميلانين لمستوها الطبيعي فبيبان التفتيح بيبان قدقي المنطقة بعد فترة من الاستخدام حوالي 3 أسابيع أنا بقاش بستخدم اللوشن تاني هو اتفتح تماما كل المناطق الغمق عندي اتفتحت اللوشن وايت ويلو كمان فيه ميزة حلوة جدا إنه غني جدا بفايتامين إي وفايتامين سي وده بيدي نضارة وحيوية للبشرة يبقى أنا بعالج التصابغات الجلدية أو الغمقان وكمان بدي نضارة وحيوية للبشرة يعني وايت ويلو يتحط على أي مكان من الأماكن الدكنة يعمل لها عملية تفتيح للأماكن دي طيب فيه طريقة بقى معينة لاستخدام المنتج ده هو وايت ويلو لوشن طبعا هي عملية التفتيح دي بس عايز أوضح حاجة يومنا إن أنا برجع لون البشرة أو أي جزء من أجزاء الجسم للون الطبيعي تمام عشان بس ده يبقى واضح للمشاهدين يعني واحدة تحرقت من الشمس بالزرط واحدة خست ولونها تغير واحدة مثلا ركابها غمقت مثلا من السجوء من الرقوب من السجوء من الصلاة أو كوحة مثلا يعني أكيد كلنا بربقى في أول الحياة ما عندناش المشاكل دي مع الوقت بقى والسن والمشافقي بتظهر المشاكل فايت ويلو بيرجع الأماكن دي اللي غمقت للونها الطبيعي حتى برضو كمان الهالات السودة النمش الكلف وحالة برضو مهمة جدا جدا أثار حب الشباب لأن إحنا بعد الحبوب ما بتختفي بتسيب معاها بقع بنية بسيطة أو صويرة برضو وايت ويلو لوشن يقدر يشتغل عليها وايت ويلو لوشن أنا بستخدمه مرتين في اليوم الصبح وبالليل يا إما بحطه على الوجه يعني بالنسبة لمنطقة الوجه يا إما بحطه على الوش كله يا إما بحطه على الماكن اللي فيها البقع آه تمام بالنسبة للمسلا الجسم تحت الإبت أو مثلا على الكوة الركب أو مثلا السنستيف إيريا البكيني مثلا فده أنا ببتدي برضو أحطه بكمية مناسبة للحتة دي أو للجزء اللي أنا عايز أفتحه أحط كتير ولا قليل يعني كتير ولا قليل الكمية المناسبة. كل لحظة يقايم نفسها. بضبط كده. الكمية المناسبة ليكي. ان انت حسة ان المنطقة دي اتشربت تماما. يعني المنطقة انا حطيت فيها الكريم واتشربت تماما. مش فكرة ان انا هفضل احط. يعني مش بكتره كده. او مش من كتره ومش كون من كتره لانا مثلا هخلص العلبة في يوم. فهم اصدي لا. انا بحط الكمية المطلوبة المناسبة. ان انا حسة ان انا خلاص انا اشتغلت على الاريا كلها. مالية المنطقة كلها. بس وكرروا الصبح وبالليل. صبح وبالليل. بطريقة معينة. يعني مسلا ولا عادي هو بيتحط كده. هو لوشن. فاللوشن بيمتص بسرعة جدا. مش محتاج ان انا قعد مسلا ادعك كتير. هو بمجرد مسلا انا عندي منطقة غمقى هنا. مجرد لما احطه اول كوع. حطيت حبة وخلاص. عملتها التدليق بسيط وسبتها. وهو هيتشرب معي تماما. كمان اللي ناس اللي عم بها هنا العقل دي. بزرح. سعب بتبقى غمقى او. منطقة غمقان هنا. فبرضو ممكن استخدمه. اي منطقة عندي غمقى في الج او في البشرة. حلو جدا ان انا استخدم ميت ويلو لوشن عليها. سريع الانتصاص. مش هيسب لي اي اثار ده هنا انا او اي اثار زيتية. او احس ان انا مش مرتاحة وانا حطها اللوشن. طيب انا هبدأ احس بالنتيجة امتا حفيا. بشريتي هتفتح من امتا يعني؟ هو المفروض ان هو كورس ثلاث اه اسابيع. فانا اسبوع بعد اسبوع بيبقى فيه تحسن. لحد ما بوصل خالص بعد ثلاث اثابيع البقع ويه يعني اي بقع غمقى الدهلات السودة. اثار حب الشب تختفي معايا تماما. انت عارفة مشكلة الهالات السودة هي كبيرة. جدا جدا. واكتر حاجة بتقرقنا لان هي بتبقى فوكسنج على الوش والعين. يعني انت حاجة مركزة تحت عينك وفي وشك. حاجة بتخلينا متضايقين. يعني انا مثلا ليه الاقي هالات سودة او احس ان انا على طول كمان بتخلي على طول الوش شكله بهتان. اه شكله اه ان انا مطفية. انت ليه تحت عينك اسود كده. اي. انت ليه تكليش انت ليه سايبة نفسك. اه. فوايت ولو لوش بحرمه جدا 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 للهالات السودة. لان هو بيشتغل على التفتيح من الدرجة الاولى. طيب. وقيت ولو يا دكتور حنان مرخص من وزارة الصحة المصرية. اه طيب. وهنشوف الترخيص اه معنا دلوقتي. وطبعا انت بتنصح اي حد انه ما يستخدمش اي حاجة بدون ما تكون مترخص. طبعا اي حاجة مستخدمها على الوش او على الجسم لازم تبقى مصرحة على الاقل من وزارة الصحة المصرية. لان ده ايجبشن منستري اوف هلف. والتصريح طبعا يتعرض علينا على الشاشة. اه. هو مصرح من وزارة الصحة المصرية بانه من اقوى مستحضرات التجميل في علاج تفتيح البشرة. اه. عايز اقولك برضو يومنا تعقيبا على كلامك انه برضو اه. لون انغمقان اللي بيبقى في البشرة بيبقى نتيجة لأشاعة الشمس. فيه ناس كتيرة لما بيبقى شغلها برا البيت بتغمق بفعل اشاعة الشمس الالترا فيلو تريز. فلوشن وايت ويلو بيدي نتيجة هيلة جدا مع الناس اللي غمقت من الشمس بيرجعهم للونهم الطبيعي. كمان نقطة الاثار حب الشباب. ساعات بتسيب بقعة دكنة. فمع لوشن وايت ويلو بيقدر انه يعالج اثار حب الشباب اللي هي البقعة الدكنة اللي نتجه عن الحبوب بتاعت الشباب بتوحد لون البشرة. كمان لوشن وايت ويلو فيه نيزة مهمة جدا احنا بنسميه منتج التلاتة في واحد. ليه؟ لانه اول حاجة قلنا بيفتح لون البشرة. تاني حاجة انه بيدي نظارة وحيوية للبشرة بفعل وجود فيتامين اي و سي موجود فيه. تالت حاجة انه ليه خواص مرتبة حلوة جدا جدا يا يومنا. انه بيقدر انه يعمل ايمولينت افاكت نتيجة لانه فيه مجموعة من الزيوت في زيت الساليكون زيت البرافن فيه كمان زيت جنين الامح. الحاجات دي كلها بترتب البشرة. يعني لو عندي تشققات في القدمين في الكعبين في الكوع. بيقدر انه يعالجها تماما. وده بيبان من اول استخدام. تشققات. اه. في ستة كتير او يعمل ده موضوع تشققات. بالضبط اه. وعايز اقولك بتخلي الواحد ما بيعرفش يلبس اي حاجة مفتوحة في رجلوه. واحنا دخلين انتي عارفها في فصل الصيف. منظر الايد لما بيقى فيها تشققات بيقى فيها مع غمآم بتبقى مشكلة جمدة جدا. فبيقدر انه يعالجوا من اول استخدام يا يومنا بنحس بتحصن. بيعالج التشققات على طول بعد اسبوع. بلاحظ ان ايدي بقت او اي تشققات او اي سكين كراكس موجودة في الجسم بتتعالج تماما بنسبة 100%. طيب. في عرض انتوا عاملينه على وايت ويلو. نصبول. تقولي للاستاذ المشاهدين العرض بتاعكم. طبعا وايت ويلو لوشن هو معمول عليه خصم حلو جدا جدا يا يومنا. اي حد حابب دلوقتي ان هو يشتري وايت ويلو لوشن عليه خصم 30%. اه ده طبعا يعني استجابة يعني من كل العمل ان شاء الله يقدروا ان هما يستخدموه يجربوه. اه والحمد لله هو الفيد باك بتاعه حلو جدا. وخاصة فعلا في موضوع الهالات السودة اللي احنا تكرمنا عليه من شوية اه كان نتيجته حلوة جدا جدا. وبرضو اه التشققات. التشققات برضو كان نتيجته هيلة فعلا الحمد لله. بيستخدم لجميع انواع البشرة يا دكتورة اه دينا? مزبوط. جميع انواع البشرة البشرة الحساسة البشرة الدهنية البشرة المختلطة العادية او كمان الجفة. كل انواع البشرة وايت ويلو لوشن بيتعامل عليها لان هو لوشن سريع الانتصاص ما بيحصلوش البشرة الدهنية مثلا ما تحسش باي اثار دهننة. بالنسبة للبشرة الحساسة هو معظم الانجريديونت ستعته طبيعية ما فيهاش اي حاجة ما تسببش اي التهابات للبشرة او اي احمرار يعني بالنسبة للبشرة الجفة هو فيه خواص مرتبة عالية جدا 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 فبيقدر ان اي بشرة جفة تستفيد منها موضوع مهم جدا جدا لانه بيحسن من الكواليتي بتاعت البشرة بتاعت جميع اجزاء جسمي ان انا احس ان انا جسمي فيه نضارة ان انا ناعم ان هو اسموزي يعني ما فيش اي زي ما كنا بنقول كراكس او كده لا يبقى كله زي يعني سموزي حلو جدا المكونات يا دكتورة حنان طبيعية طبعا 100% عشان فيه ناس تحبه قوي ان الحاجة يبقى مكوناتها طبيعية ولان ايه هي اهم المكونات اللي بتعمل على تفتيح البشرة في لوشن وايت والا تمام اول مكونا عندنا يقومنا هو الليكوريش اكستراكت ده مكونا طبيعي 100% ده اكتشفوا مؤخرا ان مكونا الليكوريش اكستراكت ده بيقدر انه يرجع زي ما قلنا في اول حلقة بيرجع سبغة الملن لمستوها الطبيعي فبالتالي بقدر افتح لون البشرة كمان مكون تاني من المكونات هو الكوجيك اسف او حمض الكوجيك ده برضو مكون موجود في نبات الفطر او المشرون فهو بالاضافة لكده انه طبيعي 100% بيقدر حمض الكوجيك انه يرجع برضو سبغة الملن لمستوها الطبيعي فبيحصل التفتيح زي ما قلنا فيه مجموعة من الزيوت او توليفة متكاملة من الزيوت اللي بتقدر تدي تأثير مرتب ايمولينت افكت زي الساليكون ايل اللي هو زيت الساليكون زيت البراثن وكمان زيت جنين الامر وما ننساش طبعا وجود فيتامين اي وفيتامين سي اللي تكلمنا عليهم اللي بيدو النضارة والحيوي فدايما بنقول انه لوشن وايت والو يا جماعة هو منتج التلاتة في واحد اول حاجة بيفتح لون البشرة بيقضي على اي تصبغات جلدية او اي بقع دكنة بيقضي على الهالات السودة واثار حب الشباب كمان يه خواص مرتبة لامولينت افكت يعني بيدي ترتيب في اي تشقوقات عندي او سكين كراكس زي اللي موجود في القدمين في الكوع او في الكعب بتاع الرجل او في الركب طبعا وكمان بنقول انه بيدي حيوية ونضارة للبشرة بفعل وجود الفيتامين اي وفيتامين سي فانا كده يومنا بعمل زي حاجة متكاملة او علاج متكامل لأي دفوع عندي سواء كان غمئن في البشرة او تشقوقات او لو انا حسن فيه شحوف في الوجه فهو فعلا منتج سحري وزي ما قلنا هو حاصل على تصريح وزارة السحة المصرية ودي طبعا اهم حاجة اده جاء اخيرة بسه يومنا انه هو كمان فيه مادة لية تيتانيوم دايكسايد فدي لتحمينا كمان من اشعة الشمس الضارة فما فيش مشكلة خلص ان انا استخدمه الصبح ونخر في الشمس عادي بالضبط بالعكس انا كده بحمي نفسي اولا انا بعالج المناطق الغمئة عندي كمان انا بحمي نفسي من اشعة الشمس الضارة ان انا اي مكان تاني يتصاب بغمئن بس فحلو يعني قادر استخدمه مع الميكب يعني فيه تعارض بينه وبين اي ميكب لا خالص انتي بتحتيه بس بيبقى مثلا قبليه بربع ساعة او نص ساعة لحسب مدتك المدة اللي انتي هتنزلي فيها فانتي قبليها بربع ساعة بتحتيه وتستفيدي منه تماما في التفتيح وانتي تحمي نفسك من اشعة الشمس الضارة فبالتالي تحط الميكب بشكل يعني هادي جدا وما فيش اي حاجة خالص طيب فيه ناس كتير قوي بتستخدم الطرق التقليدية لازالة الشعر دي طبعا بيانتوا جعانها غمئان دي حاجة معروفة لما تستخدم الطرق التقليدية مع الوقت يحصل طرهولات ويحصل غمئان طبعا لو يعني هيستخدموها يعني مضطرين ينفع يستخدموا وايت ويلو بعدها طبعا هو وايت ويلو لوشن انتي ادام عندك منطقة غمئة او عندك انتي حصل عندك غمئان او بقع دكنة نتيجة حاجة معينة تعرضك للشمس عملتي مثلا يعني استخدمتي اي اساليب من اساليب ازالة الشعر البشرة او كده استخدمتي مثلا المناطق اللي هي الدكنة عندنا دي بتتعرض اكتر للغمئان احنا ما فيش مشكلة ان انا وايت ويلو لوشن استخدمه لأي منطقة في جسمي سواء في البشرة او في الجسم انه هو يفتح لي المنطقة دي تماما ويرجعها اللونها الاصلي طيب تاني حاجة هنتكلم عنها يا دكتورة حنان وهو منتج خاص بالسيدات وبالانسات منتج النسائي وهو نايرينا تقولينا بقى هو نايرينا عبارة عن ايه وبيعالج ايه بالزبط تمام هو نايرينا في بعض السيدات يومنا بيعانوا من ترهل عضلة المهبل نسيجة لقسرة الولادة الطبيعية لما بتصددت بتكون خلفها مرتين او ثلاثة فبيبعا عندها مشكلة في ترهل عضلة المهبل فبنقول ان نايرينا بيقدر انه يرجع عضلة المهبل لوضعها الطبيعي يعني بيعالج او بيعمل على شد ترهل عضلة وده بيعتبر من اقوى المستحضرات اللي موجودة في الماركت طيب الاستخدام بالنسبة لسيدات اعتقد انه بيكون داخلي وخارجي اما للانسات فخارجيا فقط بالضبط لان كمان فيه للانسات هتقولي لي هما ما عندهمش موضوع شد ترهل العضلة فبنقول ان هو نايرينا برضو من اقوى المنتجات اللي بتعالج البكتيريا والفطريات اللي ممكن تصيب هذه المنطقة زي الكانددا زي الترايكومونس كل الحاجات دي بتسبب التهابات بتسبب حكة بتسبب احمرار بتبقى موجودة في السيدات والانسات فبنقول ان هو من منتج من اقوى المنتجات الموجودة تقدر انها تقتل البكتيريا والفطريات وتقضي عليهم تماما زي الكانددا زي الترايكومونس وتقضي على الالتهابات او الحكة او الاحمرار بفعل مادة اسمها الترايكولوزان الترايكولوزان دي مادة معروفة جدا ليها انتي بكتيريا الانتي فانجل برود سبكترم يعني ايه برود سبكترم يعني هي مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات واسعة المدى واسعة المدى يومنا يعني هي مش بتشتغل على نوع واحد من البكتيريا او نوع واحد من الفطريات بتشتغل على مجال كبير جدا كل أنواع البكتيريا والفتريات فأنا كده بحصن تماما نفسي من مهاجمة أي بكتيريا أو فتريات في هذه المنطقة بالإضافة كمان أن نايرينا بيبقى ليريحة حلوة جدا فبيحارب لو فيه أي رائحة كريهة في هذه المنطقة فبيقدر أنه يحاربها بفعل لمستخلص الورد والنعناء بيتم استخدامه تركيز يعني بيخفف مثلا معرفين الحاجات بيتم تخففها آه طبعا هو بيتخفف فعلا يا يومنا هو الغطة بتاعنا يرينا بنخففه بـ 200 ملي مية وزي ما قلت بيتم التشتيف به داخلان وخارجان بالنسبة للسيدات المتزوجات بالنسبة للفتيات بيتم به التشتيف خارجان فقط طيب المكونات كلها مكونات طبيعية آه ليه مكونات كلها طبيعية في عندنا المكون الرقم واحد اللي بيعمل على شد تراهل عضلة المهبل وهو مستخلص الألوفيرا الطبي ده طبيعي مية في المية ده بيغني تماما عن العمليات الجراحية أو الليزر أو الحاجات اللي بتبقى ناتج عنها فلوس كتيرة وبرضو بيبقى فيها يعني إجهاد أو الناس تنزيل من البيت وتعمل جلسات وكده فده بيديك نفس تأثير العملية وانتي قاعدة في البيت في عندنا مادة الترايكروزان زي ما قلنا مضادة للبكتيريا مضادة للفتريات واسعة المدى ومستخلص الورد والنعناع وده طبعا طبيعي مية في المية طيب مرخص يا دكتورة دينا من وزارة الصحة المصرية مضبوط مضبوط كده فهو قدام مرخص من وزارة الصحة المصرية أي حد يقدر يستخدمه بشكل آمن جدا عايزة بس نوع على حاجة يعني بالنسبة للسيدات الحوامل يفضل انه طبعا التشطيف بس يبقى خارجيا فقط طبعا فيه عينية خاصة بالزبط بالنسب طيب احنا شوفنا الترخيص معنا على الشاشة كامل طيب العرض برضو شامل العرض الموضوع مضبوط نايرينا أي حد حابب دلوقتي انه هو يحصل على نايرينا انه هو هيبقى عليه خاصم 30% وطبعا هو ان شاء الله يستفيد بالعرض لان فعلا نايرينا مختلف تماما عن باقي الحاجات اللي موجودة لانه هو زي ما قلنا انه هو بيشد عضلة او بيشد تراهل عضلة المهبل مع انه هو كمان بيقديلي على كل انواع البكتيريا والفطريات اللي ممكن بتسبب الحكة والهرش طيب احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجتين من مقدمين من اول بيوتي والاتنين عليهم خاصم 30% وده كويس جدا اتكلمنا عن وايت ويلو الكريم الخاص بالتفتيح مظبوط يا دكتور حنان وده اعتقد انه هيعجب ناس كتير قوي من سيدات شريحة واحد عندنا هو سواء كان رجال او نساء موضوع التفتيح اي حد بيبقى عايز يفتح لهم بشرته ويرجعها اللونها الطبيعي البعيد عن بقى التلوس ومشاكل التدخين ومشاكل عشاية الشمس والكلام ده كل وكمان العرايز بقى يعني ان احنا داخلين بقى اصلا بيبعته كتير جدا او بالضبط يعني احنا بيجينا مكالمات كتير اللي هو طب انا عروسة طب انا استخدمه امتى او المدة كافية قد ايه ان انا عايزة مثلا عندي بقع وعندي تصبغات ازاي اقدر عالجها طبعا الحمد لله عمل نتيجة هيلة جدا جدا مع التصبغات انا بنصح اي عروسة او اي كمان شاب مقبل على الجواز او كده لو عنده بعض التصبغات في الوجه مثلا من اشعة الشمس ان احنا نستخدمه في مدة شهر هيخلصنا تماما عنا البقع والتصبغات بشكركوا على جودكم معي دكتورة حنان الحسيني مرسي لكي ودكتورة دينا نجيب مرسي يا دكتورة دينا هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورونيك اساد والسيرامايد المهروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة مهروفة لكل طب الناس مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي مرخص من حكومات دبي الإمارات خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات دورو جولد ستظهر مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يارا بنت جميلة بتعاني زي بنات كتير من حب الشباب والهالات السودة تحت العين يارا اختارت المركز بطلدي علشان كانت دايما بتحلم تكون ممثلة مشهورة اختيار صح يا يارا ليكي والكل أصحابك أنا عندي حبوب وهالات وروحت كذا مركز ما وصلتش لنتيجة بس صحابي دلوني على المركز الطبي وجيت إن أنا عالج بشروتي واشيل كل الحاجات اللي فيها أنا عملت ثلاث جلسات في المركز الطبي ووصلت النسيجة اللي أنا كنت عايزاها واضية تماما عنها بحب أشكر المركز الطبي وده كتير اللي فيه وكل صحابي اللي قالوا دي عليها قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ورجعنا مرة تانية واحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جهازين مهمين جدا في عالم التجميل جهازين يعتبروا من أحدث الأجهزة في مجال التجميل دلوقتي واللي بينفرد بهم الحقيقة المركز الطبي وكل أجهزته طبعا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم لكن لما نيجي نتكلم مثلا على حاجة زي جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنقول أن المركز الطبي رقم واحد في مصر في الأجهزة دي وعنده أحدث الأجهزة الموجودة سواء لو كان جهاز الهايفو أو جهاز إزالة الشعر بالليزر هنتكلم عن الجهازين دول بالتحديد لأنهم يعني محققين نجاح كبير قوي وناس كتير بتسأل عنهم وعاوز تعرف معلومات أكتر عنهم مع ضفنا العزيز اللي معانا في فقرتنا دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والأنف بالمركز الطبي إزايك يا دكتور هشام؟ الحمد لله تمام عامل إيه؟ الحمد لله خلايا نتكلم عن الجهازين اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم النهاردة الهايفو ده من أحدث الأجهزة الموجودة دلوقتي وفيه كتير قوي مبسوطين منه يا دكتور هشام وجهاز إزالة الشعر بالليزر والحقيقة أنتو بتنفردوا بأن انتو عندكوا أحدث أجهزين في السوق موجودين دلوقتي خلينا نعرف يعني إيه هايفو؟ هو باختصار هايفو هي كلمة اختصارها High Intensity Focused Ultra Sound اللي هو موجات فوق الصوتية عالية القوة مركزة بتشتغل بإيه وظيفتها؟ إن هي بتحفز الجلد أن هو يبتدي كون كولاجين والألاستين جديد بدل الكولاجين والألاستين القديم عشان يبتدي يحصل له lifting يتشد ده شكل جهاز الهايفو اللي احنا بنستخدمه زي ما بقولك إحنا هو بيحفز الجلد عشان يكون الكولاجين والألاستين عشان يبتدي تشد ويرجع ليه وضو الطبيعي تاني هو جهاز الهايفو هو ببساطة كده إن هو بيعمل lifting بيرفع الجلد المتراخل وبيخلي الفاين رينكلز اللي هي التجعيد الخفيفة والمتوسطة تختفي عن طريق جهاز الهايفو ده عن طريق الجلسات الهايفو يعني هم بيستخدم في شد التجعيد البسيطة والمتوسطة عند أي حد بقى سواء رجال أو سيدات بتبقى عبارة عن جلسات ولا هي جلسة واحدة؟ هي جلسة واحدة بنعملها دي بفور وافتر ليها شوفين ده بيشتغل على الدقن كويس قوي أبروفد من المنظومة الصحة والأغذية الأمريكية أنه هو بيشتغل على الدقن والدبلتشين تراهولات الرقبة بيشتغل على كويس قوي بيحصل شد للجلد طبعا النتيجة بتبقى جزء المريض بيشوفه وهو طالع من عندنا من بعد الجلسة على طول وجزء تاني في خلال 3 شهور ل 6 شهور بيحصل فيه تحص أنتوا شايفين يا جماعة الفرق بين الصورتين أنا عاوز أقول لكم أنه الفرق ده من جلسة واحدة جلسة واحدة بجهاز الهايفو عملت الفرق ده يعني يا دكتور هو بصراحة هو الفرق كبير بس ممكن في ناس تقولك معقولة ده جلسة واحدة تعمل كده جلسة واحدة بتعمل كده وبيفضل العيان يتحسن في خلال 6 شهور من 3 ل 6 شهور بيحصل عن نهية كاملة جزء بيشوفه هو بعد الجلسة على طول وبيفضل يتحسن لغاية ما يوصل 6 شهور أنا عاوز أقول لك كمان أنه هو بيستمر معاه من سنتين ل 3 سنوات جلسة بتقعد كم ساعة يعني يقعد جلسة من 45 دي ألساعة كاملة للجلسة يعني مش 3 أربع ساعات لا 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 من 45 دي ألساعة بنعمل الشد للوجه والرقبة ده يعني دي جلسة مكسفة يعني جيب النتيجة دي ده حلو ده ده في ناس عندها خطين هنا ولا خطين هنا ندايقنهم ده 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 تختيفه في ثانية بيجيب نتيجة كويسة قوي بس هو أنت بتشوف جزء من النتيجة وبعد الجلسة على طول والجزء بعد كده بيتحسن لغاية 6 شهور طيب إحنا معنا فيديو تقريباً لجهاز الهايفو طيب نشوفه يكمل بعد إذنك على الشاشة عشان نعرف الفكرة إزاي أو التكنيك إزاي هو بيبقى كده ده البروب بتاع الجهاز الهايفو وده طبقة الجلد إحنا بنقول إنه هو بيشتغل على عمق 1.5 ملي 3 ملي 4.5 ملي يعني ده الجهاز بنعمل أبليكيشن ده أول طبقة بيشتغل عليها إنه هو بيدي نباضات بيفرغ طاقة على بعد 1.5 ملي من سطح الجلد بنغير البروب ده تغيير البروب هو بنبتدي لدي أعمق شوية ده طبعاً على حسب كل حالة نشوفه بدأ يزود العمق بتاع النباضات اللي احنا شغالين بيها فيبتدي يدي بدأ المكان بيشد الجلد بس لا بيشد الجلد والمنطقة اللي تحت الجلد والعضلات كمان يعني اللي تحت الجلد كمان فهو ده التقنية بتاعته ده طريقة شغله ده البروب وده مقطع من الجلد وده بيشتغل بقى على الطبعات الخارجية والمتوسطة والعميقة هل في بقى استعدادات معينة لموضوع جهاز الهايفو ده أو سن معين؟ بصي ما فيش أي استعدادات لجهاز الهايفو ما فيش سن بس إحنا عادة بنقول إنه من سن 18 و20 سنة للخمسين و60 سنة ما فيش أي مشكلة في الهايفو وفيه ناس بتعمل الهايفو من غير أي سبب يعني ما يكونش مثلا فيه ترهولات شديدة لمجرد النظارة هي مثلا بنت عندها 25 سنة عاوزة تشد البشرة بتاعتها عاوزة تحسن البشرة أفضل بنعمل جهاز الهايفو ملوش أي أعراض جنابية وملوش أي مشاكل ملوش أي مشاكل؟ خالص بنأكد على كده ولا ليه أعراض ولا الوش مثلا هيحصل له حاجة ولا أي حاجة؟ ولا أي حاجة خالص بيجي بنحط كريم مخدر موضعي لمدة نصف ساعة بعد كده بنشيل الكريم بنبتدي نشتغل بجل موضعي برضو بنعمل الجلسات بتقوم من عندنا بنستخدم كريمات ملطفة لمدة يومين لتلاتة يام بعدها وما فيش أي حاجة بينزل شغله من تاني يوم على طول أو بتنزل شغلها من تاني يوم على طول أنا عجبني الموضوع ده جدا وأعتقد أنه هيلاقي استحسان الناس كتير بصي بصي هو الهايفو بالضبط بيعمل شغل الخيوط بس بدون إبرة يعني فيه ناس الخيوط إحنا بنشتغل معها بتدي نتاجها هيلة جدا طبعا الخيوط دي تلا غنى عنها فيه ناس ما بتحبش وفيه فرق طيب بينه وبينها طب يعني طب إيه الفرق طب إيه اللي خليني يعني مثلا هيجي أقول الدولة طب إيه اللي خليني أعمل الخيوط وفيه مثلا هايفو هل فيه حالات بتستدعي يعني فيه ناس بتختارها للهايفو وفيه ناس بتختارها للهايفو طبعا فيه ناس بيبقى الموضوع بمعاهم كبير فيبيبقى العلاج الأمسة اليوم الخيوط لكن الموضوع أقل شوية بيبقى للهايفو طيب فيه ناس مثلا يعني مشكلة عندهم إنهم ما بيحبوش شكل الإبرة بيخافوا من شكل الإبرة وهي بتخش الجلد معنا على فكرة برضو أنا عاوز أأكد على حاجة إن تركيب الخيوط ما فوش أي ألم ولا أي حاج خالص بس فيه ناس ما بتحبش موضوع الإبرة ده فبيبقى الهايفو هو الحل الأمسة اليوم يعني وبنفكر تاني إنه هو للتجاعد أو الخطوط البسيطة أو المتوسطة مش التراهلات بقى الجامدة دي دي خيوط دي شق خيوط وممكن والتراهلات الجامدة ممكن ما ينفعش مهار خيوط يبقى الحل الجراحي هو الأمسة ليهم يعني حسب بنقيم الحالة بالضبط هو حسب تقييم الطبيب اللي الحالة بيكون إزاي تاني حاجة عاوزيني أتكلم معناها قبل ما الفقرة تخلص وبرضو جهاز هايل جدا وعن تجربة ناس كتير أنا شخصيا أعرفهم هو جهاز الهير ريموفل أو إزالة الشعر بالليزر أنتوا عندوكوا جهاز خطير يا دكتور جدا يعني نتائجه فعلا مبهرة وبعدين فيه ميزة إنه بيفتح المكان اللي بيتشال منه الشعر ده حيئ ده حيئ بصي يومناها هو نجاح أي جهاز بيبقى على كذا عامل العامل الأول هو الإفيكاسي بتاعته هو درجة التأثير بتاعته على الحاجة اللي احنا عاوزينها تاني حاجة إيه الأعراض الجانبية بتاعته كل ما قالت الأعراض الجانبية ده بصي ده صورة حقيقية من الجهاز اللي عندنا في المركز آه هو ده الجهاز ده الجهاز الهيفو ده الليزر يا جماعة ده الجهاز سوري الليزر ومعاه وحدة التبريد بتاعته آه وحدة التبريد دي حاجة أساسية في الجهاز دي اللي مخلينها الجهاز فعلا بيدي نجاح كويس أوي ليه لأنه أنا زي ما بقولك الجهاز مؤثر ما فيه أجهزة كتير مؤسرة بس فيه أجهزة مؤسرة وفي نفس المشكلة بقى أن يبت لها أعراض جانبية لا وسريع آه بالضبط سريع من أول جلسة الواحدة يشوف نتيجة بس مش معنى كده أنه يوقف لا طبعا أو يبطر هبنعمل موضوع ده في جلسات آه وكل ما بنشوف أنه هو محتاج جلسات أكتر بياخد جلسات أكتر عشان يدي نتيجة المطلوبة ماهونا ممكن نعمل جلسة وبعد كده يخف شوية الشعر بس يرجع مرة تانية لا هبنعمله على جلسات بيدي نتائج هيلة جدا هو أقل جهاز موجود في السوق في العراض الجانبية بتاعته معظم المشاكل بتاعة أجهزة الليزر الحروق يعني فيه ناس يقولك أنا روح تعمل إزالة شهر وحصل لي حرق ده مفهوش كلام ده لأن معايا من أحسن وحدة تبريد موجودة في الأجهزة الموجودة في السوق ده بالعكس ده بيفتح بالضبط تاني حاجة بقى أنا عاوز أقولك أن الجهاز ده بيفتح فعلا الأماكن اللي فيها انا شوفت بعيني نتائج عشان كده أنا أبتكلم أنا شوفت بعيني نتائج الجهاز بتاعك وبتاع إزالة الشعر ده بيفتح الأماكن اللي بيشتغل عليها فعلا ده حقيقي بدون أي تأشير وبدون أي حاجة يعني هو بيدي دابل أكشن بيشيل الشعر فعلا وبيفتح الأماكن اللي بيشتغل عليها والموضوع بيبقى جلسات بقى عشان نعرفهم يعني اشرح لهم موضوع إزالة الشعر بالليزر ده بيتعمل إزاي وهل في استعدادات معينة هل في محاذير معينة بعدها ده معنا دي صور دي صور طريقة شغل الجهاز طبعا هو أي حاجة بيبقى لها استعدادات إننا المفروض بنبقى شايلين الشعر بشفرة مش بسويت ولا كريمات بنستخدم بعد الجلسات إزالة الشعر مفروض إن أنا ما بشلش الشعر دي تاني مرة تانية فيه ناس ممكن تشيلها ملقاط أو أجهزة تانية اللي هي بتشيل الشعر ده ما ينفعش لأن ده طبعا بيقلل تأثير الجهاز حاجة يعملها إنه الشعر قبل ما يروح ما يتشالش بالطرق التقليدية اللي أنتو عارفينها يتشال عن طريق الشفرة أو الشفرات بحيث إنه الجدر يفضل موجود لأنه جهاز الليزر بيستهدف الجدر بتاع الشعرية فإذا لو شلناها بالطرق التقليدية برضو الإزالة عن طريق الشفرات أو الشبك هو مش هيحتاج إن هي مش هتحتاج إن هي تستخدم شفرات لأنه هو بيقع بعد شوية لو بين الشهر يعني لو طلعت كام شعرية بين الجلسة والتانية ما تتشالش يعني أهم حاجة تحتفظوا بالجدر عشان في الجلسة اللي بعدها الليزر هيشوف بيشوف الجدور ده مهم جدا الليزر بيشتغل على الصبغة اللي موجودة في بصيلة الشعر نفسها وعشان كده دايما نقول إنه هو بيشتغل على الشعر الغامق الأصمر والجري بدرجة أقل شوية الشعر الأصفر بيبقى بدرجة أقل خالص الشعر الأبيض للأسف الليزر ما بيشتغل شعريه فإحنا بنشتغل دايما على البصيلة بتاعت الشعر فعشان كده ما نشيلش البصيلات الشعر بالطرق التقليدية اللي احنا عارفين طب وكويس جدا لأنه أنا أعرف أنه الليزر صديق الشعرية الصمرة بالضبط التخينة بالضبط فمعظم الشعب المصري عندهم الطبيعة دي إنه الشعر أصمر وتخين فده معنا كده إنه هيجيب نتيجة هيلة جدا مع الليزر ومش مهم كسفته على فكرة يعني مهما كانت كسفته مهما كنت مشعرة مثلا أو شعرك أصمر أو 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 بتتشال أحسن من اللي شعرها كمان فتح ومش مشعرة بكتير وعلى فكرة إحنا الجهاز اللي عندنا في المركز بيشتغل على طايبس كتير قوي من الجلد يعني فيه أجهزة بتشغل على بعض الأنواع الجلد الفتحة بس أو الخمرية لا إحنا عندنا الجهاز عندنا بيشتغل على درجات كبيرة من الأنواع البشرة مهما ميزة كويسة قوي في الجهاز اللي عندنا يعني بشرة فتحة بشرة غمقة بالضبط مفيش مشكلة فيه خلص بيجيب نفس النتيجة بيجيب نتيجة كويسة جدا مع معظم أنواع السكن تايبس فيه ناس بيبقى عندها مثلا في ظهرها شعر كتير أو في أماكن مش متعرف عليها برضو بيتعمل المساحات الكبيرة أصول بيشتغل على كل الشعر إحنا عندنا باكش كاملة للموضوع ده فيه بالمنطقة وفيه بنشتغل باكش فول بودي هير ريموفل بيشتغل على جلسات طيب دي بتبقى جلسات يا دكتور هشام علشان الناس تبقى فاهمة مش جلسة فيه ناس بيبقى لها جلسة مش جلسة مش زي الهايفو الهايفو دي جلسة لكن الليزر لأ موضوع جلسات شوي جلسات وبعد كل مدة ما نبعد الجلسة عن الجلسة يعني بنبعد الجلسات عن بعض كل ما بنام الجلسات أكتر كل ما بيبقى المسافة المدة بين الجلسة والجلسة بعيدة شوي لغاية أن احنا ممكن نوصل بعد كده سنة وممكن أكتر من سنة عشان نعمل جلسة بشكرك دكتور هشام على وجودك معنا النهاردة دي في العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرقتك مع ماسي مي حولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة بس كان الفشل عنوان كل محاولة سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها وفعلا أخدت الخطوة الأهم في حياتها وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي جربت حاجات كتير من نفسي وزورت دكتور كتير بصراحة فالنتيجة مكنتش تمام فأصدقاء كتير قالولي زوري المركز الطبي وإن شاء الله هتلاقي عملت أكتر من جلسة بصراحة والنتيجة كانت زي ما انتم شايفين أنا مش مصدقة بصراحة يعني التجايد روحك وراضية جدا عن نفسي وشكلي أنا حاسة أن أنا مستريحة نفسيا وبشكر جدا للمركز الطبي وجزاهم الله خير بصراحة بذروا مجموض كبير بس النتيجة ممتازة جدا قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجان والهايلورانيك أساد والسراماعد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة ستة وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من أقوى مرخص من وزارة ماسي دورو جولد ستبدو أقوى مرخص من وزارة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب وأخيرا بشرتك مع ماسي اللي سيدات كتير جدا في مصر والعالم العربي وبنات وأعمار مختلفة خالص يعني من 18 ل 50 60 70 بيستنوها وبيبقوا عاوزين يعرفوا معلومات أكتر طبعا فيه شريحة كبيرة جدا عارفت ماسي وتعاملت معاه وجربته وفي ناس تانية لسه ما تعرفش أو عاوزة تعرف معلومات أكتر عنه إيه الكريم ده إيه الكريم اللي بيرجع شكل البشرة عشر سنين وراء إيه الكريم اللي بيعالج المشاكل بتاعة البشرة دي كلها يعني هل فيه حاجة كده ده سحر ولا حقيقة هو طبعا حقيقة عن بشهادة ناس كتير وتجربة ناس كتير جدا فأحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا دي عن ماسي دورو جولد مع ضفتنا العزيزة دكتورة دين أبو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فار أهلا بك يومي الحمد لله يا حمد يعني أعتقد أن كل الناس بقى ندخل فيها ومعظم السيدات والبنات والرجال بقوا عارفين بس طبعا فيه ناس كتير قوي لسه ما تعرفش فيه ناس كتير ممكن تكون بتتفرج علينا لأول مرة طبعا أكيد فحاوزين نقول لهم إيه موضوع ماسي دورو جولد إيه سر ماسي دورو جولد إيه الانتشار الرهيب اللي انتوا عاملينه ده إيه النجاحات الكبيرة دي يعني أقولك إيه نص ستات مصر والوطن العربي جربوا أنا أعتقد أكتر كمان أعتقد أنا كمان طول ما أنا ماشي في أي مكان بتكعبل في ناس استعملت ماسي وجربته وبتسأل عليه فيعني الموضوع تشهر بشكل كبير جدا ماسي دورو جولد فعلا تشهر بشكل كبير حقق نجاح كبير جدا في وقت قصار جدا يومنا احنا في المواركة بقال لنا سنة تين ونص فعلا لقى شهرة أكتر من منتجات بقالها سنين طويلة ليه ماسي نجح النجاح ده ليه ماسي اتشهر الشهرة دي كلها لأن ماسي دورو جولد يومنا الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 مكون ماسي دورو جولد الوحيد اللي بنعتبره كرس كامل لعلاج كل عيوب البشرة من عالمات يتقدم في السن ماسي دورو جولد تصنع في 6 سنين أبحاث عشان يقدر يلائم كل انواع البشرة يقدر يلائم كل ألوان البشرة ماسي دورو جولد الوحيد وإنه من أقوى منتجات التجميل في العالم لعلاج التجعيد اللي بتقرقنا كتير جدا لعلاج الهالات السودة لعلاج تصبغات الجلد أثار حب الشباب لعلاج أي بقع نتجة بقى عن الشمس عن أثار حب الشباب أو عن حب الشباب أو حتى عن كوزماتيكس أحيانا بيبقى فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية في البشرة بتبع حمراء وبعدين بتقلب الحمراء ده الغامع ماسيد الرجال بيعمل يونيفاي يعني بيقدر يوحد دون البشرة ويفتحها بشكل كلي يعني بشكل كده ماسيد الرجال الكريم يقدر يشد الجلد يبقى ماسيد الرجال عشان كده نجح النجاح ده لأنه فعلا الكريم الوحيد اللي يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن ومش بس الستات للرجالة كمان يعني ماسيد الرجال ملائم لسيدات ورجال بنات الصغيرة في السن اللي تستخدم ماسيد الرجال عشان تدي نظارة حلوة قوي يمكن بنات صغيرة لسه ما عندهاش تجعيد لسه ما عندهاش شهلات سودة لكن وشها مطفي وانس إن وشها مطفي كارزمتها بتقل جدا فإحنا عايزين حتى البنات الصغيرة يبقى عندهم طلع حلوة وكارزمة حلوة بما سيد ورجل دي هي الكارزمة دي هي الفكرة في الكارزمة دي يعني أنت ممكن تلاقي واحدة حلوة زي الأمر ومعندهاش كارزمة بيخة ما عندهاش كارزمة وممكن تلاقي واحدة تانية لطيفة ويعني مش بجمال التانية بس وشها كله كارزمة وجاذبية ونور وإشراقة فهو ده اللي إحنا بنقوله الكارزمة أهم بكتير من إنه يبقى شكلك حلوة وإنه يبقى عندك كارزمة ويا سلام بقى لو شكلك حلوة وعندك كارزمة دي قصة تانية خالد ده موضوع آخر بس ماسي بيعمل الكارزمة دي بيعملها إزاي إنه هو بينور الوشي دكتور دي بيحلي يعني أنا الكلمة اللي سمعتها كتير من الناس كتير أنا شكل حلو لا وإحنا على طول يومنا بنقول ده ماسي ماسيد روغولد شعاره الأساسي إنه يقدر يخلينا نبدو أصغر سنياً أو شكلياً عشر سنوات عندي عملة بيستخدمه ماسيد روغولد من الستات بيقولولي يا دكتور دي انت بتقولي إحنا هنصغر عشر سنين أنا حاسني صغران عشرين سنة فهو عشان كده بيحلي يعني إيه ماسيد الرجول دي قدر يصغر في السن البشر شكلياً عشر سنين يعني لو أنت مثلاً متصورة صورة زمان هتلاقي صورتك فيها بريق مثلاً وشك مجدود ما فيهوش تجعيد حتى وانت بتتحاكي كل ده مفروض وحتى وانت بتعملي كده ما عندكيش المية وحداشر بعد فترة لما بتيجي تصوري بتلاقي بقى مشاكل بقع مشاكل هالات السودة كل الحاجات دي وبعدين بتعودي بقى تحاولي تعملي فلاتر بالموبايل عشان تداري المشاكل دي مش مشكلة الصورة المشكلة أنت لما بتنزلي وتقابلي المجتمع يبا شكلك عامل ازاي على طول بقول الست مهمة قوي وهي نزلة راح شغلها يبا شكلها كويس راح تعمل انتروفيو في الشغل على فكرة المظهر من أهم حاجات اللي تقدر تتقابل في شغلها نزلة مع خطيبك لازم تبقي شكلك حلو جداً وعلى فكرة رجال كتير قوي متحبش الميكب الأوفر يعني يعني وفي ناس ما بتحبش الميكب بخلص أنا قبل كده خطيب قالي ايه اللي انت عاملها في لفسك ده مرة قلت حط ميكب قالي شكلك من غير الميكب أحلب كتير ففيه فعلاً رجال كتير يا يومنا ما بيحبوش الميكب الأوفر فتعمل ايه بقى تقولك أنا بحط الميكب عشان قداري عيوب فهو خطيبها مش عاجبه الميكب فهي ميسيد رجولد فعلاً بيدي نتيجة حلوة قوي على طول بقول احنا دخلين في موسم أفراح فمحتاجين ان احنا نستخدم ميسيد رجولد عشان اديها تطلل حلوة حتى وهي قادة في البيت اكيد انا قادة في البيت مش حض يعني معاها نستخدم عن الميكب خالص بنسبة كبيرة جداً يعني يعني تبقى شوية مسكرة كفاية وشوية روج كده بس بس كفاية قوي بس عايز اقول حاجة عشان كتير عملة بيكلمونا دلوقتي بيسألوا على العرض العرض للأسف انتهى احنا قادنا فترة طويلة جداً كنا نفهونا نقعد وسبوعين مدناها لأكتر من شهر والحمد لللي عندي عملة كتير استفادوا بالعرض بشكل ممتاز بس هو العرض انتهى عشان كنت لازم اقول لسهد المشاهدين اللي بتفرجوا علينا يعني ده خبر هايزة عن الناس كتير ماس يتعرف بانه كريم الدهب وان الدهب مكون اساسي من مكوناته واي حد بيحطه يشوف كمان الدهب الدهب طبعاً حاجة فخمة جداً ان هي تبقى في كريم علشان كده هو فخم يعني هو انا بعتبره كريم من افخم الكريمات اللي اتعملت على مستوى العالم كلها فقول لنا بقى اي المكونات الاساسية فيه غير الدهب غير الدهب عندك الكافيار الكافيار مهم جداً يا يومنا الكافيار في خير البحر كله فيه معادن احماض امنية مضادة اكسادة طب الكافيار هيعمل ايه في برشتنا احنا مناكله فاولاً بيبقى طبعه حلوة قوي سنين طبعاً بيغز جداً الكافيار على البشرة اهم لان كل احماض الامنية والبروتينز بتحطيها دايكت على بشرتك يعني كتير قولي خلاص احنا هناكل كافيار ويبقى بشرتنا حلوة كله الكو بقى عشرين كيلو كافيار تعفى الجرام بكام دلوقتي كافيار يعني لو عاتي في اي مطعم بالمعلقة الكافيار دلوقتي ماسيد رو جولد المية وعشرين ميلي كله كافيار الكافيار انتي رنكل يعني يقدر يعالج التجعيد ويتنينج افاكت بيعمل ويتنينج افاكت عالي جداً يعني يقدر يعالج هلات سودا يقدر يعالج اصرحة بشباب يقدر يغنيكي فعلاً تماماً على الميك اوب كمان بيحتوي على الانتي اوكسيدانت يعني بيعالج وبعد ما بيعالج بيعمل وقاية من ظهور المشاكل الزيتين فدي اهمية الكافيار عندك الفيلر ماسيد رو جولد بيحتوي على فيلر فيلر بدرجة عالية جداً الفيلر ايه اهميته غير انه بيعالج التجعيد بيعمل وقاية قاية يومنا يعني اللي عايزين يعملوا فيلر ممكن يستغنوا ممكن يستغنوا عن الفيلر والبوتوكس في حالة التجعيد السطحية بيغني تماماً عن الفيلر والبوتوكس على طول بقول في التجعيد العميقة بنصح باستخدام ماسيد رو جولد مع الفيلر والبوتوكس يمكن في سيدات كتير عندها تجعيد عميقة وبتقولي دكتورة دي أنا مش عايز ألجأ مثلاً لحق أن أنا كل ستة شهور لازم أرجع أحيان بقولها تستخدم عبوتين من ماسي لأن التجعيد العميقة بتحتاج فترة أطول لأن كتير يقولي طب أنا دلوقتي جبت ماسي هحطه النهاردة الصبح لأي وشي مجدود وما فيش تجعيد النتائج دايماً بيسأله على النتائج بتبين بعد قد إيه؟ ماسي أنت أول شهر بتشوفي نتيجة أول شهر بتشوفي تحصل الشهر الثاني بتشوفي تحصل أكتر الشهر الثالث بتشوفي تحصل أكتر بالنسبة للتصبغات والتجعيد بعد ما بتخلصي الكورس بتلاقي وشي اتعالج تماماً ماسي درجولد بيكفي قد إيه؟ بيكفي ستة شهور لكن نتيجة النظارة والنعومة وأحياناً شد البشرة من أول الاستخدام طيب هي ستة شهور هي كبيرة مش صغيرة يعني هتكفي ستة شهور طيب هل في طريقة معينة للاستخدام ماسي يا دكتورة دينا بأنه منتج فخم في طريقة معينة؟ هو سهل أنا على طوبة أقول ماسي درجولد السهل الممتنع ماسي كريم بيتحط يومياً صباحاً ومساءاً عايزين نحطه مرة واحدة بس بنفضل مساءاً ليه مساءاً ليه؟ عشان أنت بتبقى يلاجع من بره وبتنامي وبشيط بمرتاحة بتقدر تستفاد من ماسي درجولد بكمية عالية جدا زي ما احنا شايفين الموديل على الشاشة دلوقتي هي هنا غسلة وشاة أنت بتضغطي 3-4 ضغطات على كف إيدك بتوزيع على وش كله ما ننساش تحت العين وما ننساش الرقبة هل ماسي درجولد مناسب لتحت العين؟ مناسب جداً لأنه بيعالج التجعيد والفاين لاينز اللي تحت العين وكمان بيعالج الهالات السودة فما ننساش تحت العين كتير بيسألوني كمان عن المسامات الواسعة ماسي درجولد بيحسن المسامات الواسعة لأنه فيه أسترينجة إفاكت كمان بيسألوني عن تهدلات لتحت العين ماسي درجولد بيقدر يحسن تهدلات لتحت العين لأنه كمان بيشد الجلد وبيمتص بسرعة يعني للبشرة الدهنية يكون لطيف جدا هاي للبشرة الدهنية طبعاً ليه ماسي درجولد بيمتص بسرعة؟ كل العمل اللي استخدموا ماسي درجولد عارفين أنه بعد 5 دقائق أنت مش حطة كريم وشك فيه نظارة بس مش حاسة أنه وشك مزيت نتيجة أن ماسي درجولد متصنع ولكن بالي البارير وتقدر تختارك طبقات الجلب كمان ماسي درجولد أكوى بيز مش أويلي بيز يعني يقدر يمتص كويس جدا ماسي درجولد مش بس مناسب للبشرة الدهنية كمان البشرة الجافة والبشرة المختلطة أيضا طيب نروح لتقرير؟ يلا تفضلوا ماسي درجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورونيك أساد والسرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المنطقة الأولى من ماسي دورو جولد ستظاهر مرخص من حكومة صفحة وفرم ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فانسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب شفنا في التقرير أنه لوكي فروع كتير مش بس موجودين في مصر وليك كمان أرقام كتير هتقولي الفروع فين والتواصل معكم بيكون إزاي الشركة الرئاسية بتاعتنا الشركة الأم متوجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجاب مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جاوف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم جاوف المستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات أريب هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقررها ولاية فلادلفية والولايات المتحدة الأمريكية نقدر نتواصل فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بلس سوشال ميديا صفحاتنا على الفيسبوك ماسي درغولد مش موجود في الماركت خالص لأنك تيب وليم بننزل ندور عليه ماسي درغولد حصري لشركة ماسي فارم اللي أرقامها ظهر على الشاشة طيب دكتورة دينا وكمان ماسي مرخص من ثلاث أماكن مكان واحد ثلاثة يعني كل مكان أصلا من دول صعب جدا أنه أي حد ياخد ترخيصهم لأنه في دقة شديدة جدا فانتو غدين ثلاث حاجات أول حاجة على طول مبدأت بيها وزارة الصحة المصرية يعني ماسي درغولد مرخص ومزارة الصحة المصرية وعلى كل علبة من علم ماسي درغولد وورا العلبة رقم الترخيص وترخيص ظهر على الشاشة دلوقتي كمان تاني حاجة ماسي درغولد متصنع في إيطاليا يبقى مترخص من دول الاتحاد الأوروبي كمان ثلاث حاجة مترخص من الإمارات حكومة دبي وشركة ماسي فارم الوحيدة اللي بتعرض ترخيصها على الشاشة يومية ودي حاجة كويسة جدا ويمكن في ناس كتير قوي يا دكتورة دي أنا بتقول طب النتيجة النتيجة هتبان بعد ماشي بعد مدة وبشرتي هتتحسن بشكل كبير هلأ أنا مضطرة بقى يعني بعد ما خلص الكورس إيه اللي هيحصل لبشرتي يعني هجيب تاني ولا هبقى خلاصة تعالجت ولا هي فكرته زي البوتوكس والفيلر كم شهره بتروح ولا ايه بالزبط بعد ما بتخلص العلبة يومنا انت عليك تحفظي يعني عالطول بقول دي مسئولية كل حد بيستخدم ماشي درغولد ان كل ما بتحفظي كل ما النتيجة بتطول معاك ماشي درغولد مش زي الفيلر والبوتوكس في حاجة ان الفيلر والبوتوكس انت بتشبعي بشرتك بالفيلر مرة واحدة تحت الجلد لكن ماشي درغولد انت المية وعشرين ميلي فيهم فيلر فانت بتشبعي بشرتك يوميا لمدة ستة شهور بالفيلر فانت بعد ما بتخلص الكورس بشرتك بتبقى خلاص وصلت لتشبع تام بمكونات ماشي درغولد فبتقعد فترة طويلة وش كويس جدا ورقبتك لكن كل ما بتحفظي انك انت تنزلي الشارع مثلا في شمس قوية جدا تحطي واقي شمس دي حاجة مهمة ما ننساش نشرب مية الجانك فود برضو ساعد بأسر فانت كل ما بتطولي المواد بتاع انك انت تحفظي كل ما نتيجة ماشي درغولد بتبقى أحسن وأقوى معك لكن عايز اقولك ان عملة كتير مش بيستنوا وحيات ربنا يعني فعلا عندي عملة كتير قبل ما العلبة بتخلص اللي هو تقولي لا يا دكتورة دينا بعتولي النهاردة عشان فاضر ان انا حطه النهاردة بالليل بس فلازم العلبة الجديدة تبقى معي عشان مش don't skip يوم يعني يعني كتير يقولي طب يا دكتورة دينا انا حطه مرة في الأسبوع عايزاي يفضل فترة طويلة معك ما ينفعش يعني على تقول اقول ما ينفعش ده كورس لازم يتحط كل يوم لكن لو ننسينا يوم مش قضية لكن مش ناخد على جدا وبعدين الحلوة في ماسي ان كنتي بتحطيها مرة يا مرتين مش زي ان كنتي مثلا بتبقى عندي 50 حاجة تحطي تحطيها بزبط انا في دي مع كل الستات ان لازم تنسى لكن ماسي 56 مكون الخمسين الف حاجة اللي موجودين في التسريحة اختصرناها في علبة واحدة فدي حاجة سهلة فمش معنى ان احنا عملنا لك حاجة سهلة جدا انها كمان تتنسي فلازم يتحطي يوميا لمدة 6 شهر نسينا مرة مافيش مشكلة نعيد تاني تاني بس هو المقصود ان النعبوة واحدة بتكفي لجميع المشاكل يعني هي متصنعة لان هي تعالج في خلال الست شهور دول المشاكل البشرة مشاكل علامات التقنم في السن اللي بتقرقنا جدا والمشاكل اللي قدر يعالجها ماسي دوروغولد مكتوبة على العالب لكن مثلا الحبوب اللي فيها دمامل لا البهاء لا لكن العلامات التقنم في السن وان احنا نصغر طبعا يقدر يعالجها بشكرك على وجودك معي دكتورة دينا شكرا لضفتي العزيزة دكتورة دينا ابو سعود حلقتنا خلصت تقدروا تتواصلوا معي او تبعتولي اي اسئلة على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتهولي على الصفحة دي بنقابلكو يوميا تلت عصرا والاعدة بتكون تمانية صباحا والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب اشوفكم بكرا ان شاء الله انتوا في احسن صحة وفي احسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سناً بعشر سنوات من الاستعادة ماسي دورو جولد ماسي فارم ايطلي ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوث ومقرها دباي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة